في لحج اختمت الدورة التدريبية لمهارات التخطيط والمتابعة والتقييم لثمانين مشاركا ومشاركة من القيادات التربوية بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمدريات الخمس المستهدفة الحوطة والتبن ولبعوس وحبيل جبر والمضاربة وراس العارة وخلال الدورة اشهادت ادارة مكتب وزارة التربية والتعليم بلا حج باداء وتفاعل المشاركين في النشاط الاول من دليل التخطيط الاستراتيجي والتنظيم والمتابعة بعد ان تلقوا طوال ستة ايام تتالية عددا من المعارف والمهارات في مجال التخطيط الاستراتيجي ومعرفة الاهداف الاستراتيجية والتفصيلية في اعداد الانشطة التنفيذية وعملية التنظيم والمتابعة التي سيتم من خلالها متابعة وتقييم مجمل البرامج المنفدة